فإن قال قائل كيف يكون هناك اثنان في قبرين متجاورين أحدهما منعم والآخر معذب فنقول لا تقس قدرة الله على قدرة نفسك فإن الله جل وعلا له من القدرة ما ليس لك من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه فنعلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما وردت النصوص بهذا ولا يلتفت إلى أولئك الذين ينفون ما لا تدركه عقولهم القاصرة ويظنون أنه لا يمكن أن يحصل شيء إلا إذا كانت عقولهم قد أرشدت لوقوعه ووجوده فإن الشرائع تأتي بما تحار فيه العقول ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول فإن عذاب القبر وإن احتارت العقول في فهمه ولم تتمكن من تصوره فإن النص قد جاء بإثباته ومن ثم فإننا نثبته ونقر به وننسبه ولا نكذب به فإن قال قائل كيف يكون هناك إثنان في قبرين متجاورين أحدهما منعم والآخر معذب فنقول لا تقس قدرة الله على قدرة نفسك فإن الله جل وعلا له من القدرة ما ليس لك وانظر إلى فراش واحد ينام فيه إثنان رجل وزوجته أحدهما يرى في منامه ما يسر به والآخر يرى من أنواع العذاب والشدة في منامه ما الله به عليم شكرا شكرا